تحياتي. بتمنى طبعا الصوت الان يكون احسن. اسفين ان قطعنا البث الاول. الناس بتقول الصوت مكان تمام من الاربوتس. للاسف انا مش في البيت فمكان تاني. يعني فبالتالي نسيت حتى الميكروفون اللي بس تعملوا دايما. خلينا ندخل في التفاصيل. اتأخرت عليكم زي ما حكيت لاني بس كنت حابة اتأكد من مسألة تأهل سبورت انجليش بونا لانه شفت موقع وموقعين يعني بالعادي بوطق فيهم. عم بيحكوا انه سبورت انجليش بونا متأهل بس لأ طبعا طلع متأهل وهذا الشي مهم جدا. انا ركزت في مبارتين ركزت في اتلتكو مدريد وميلان وركزت بماسيتيو سات جيرمن والباقيات صراحة كنت احضرهم على القناة الثانية الفرنسية تعبين سبورتس قناة ممتازة بتقلب كثير من المباريات حتى عندهم شي بسموه يعني متعددين الابطال شيء جميل بنصحكم لما تكونوا هيك كثير في مباريات تستخدموها قناة ممتاز طبعا احبابنا في شمال افريقيا اللي بهم فرنسيا حيستفيدوا كثير لانه المحللين وال الصحفيين بتكلموا عن ايش بصير في المباراة هذه الثانية فانت بتكون عندك صورة كاملة عن اوروبا شيء جميل جدا. نبدأ في المباراة الاولى باتلتكو مدريد ومباراة ميلان بصراحة يعني لو اتأهل سيميوني انا حكون زعلان معني بحبه وبحب كثير لعب في اتلتكو مدريد وكثير منهم لحبيني مفضلين عندي بس لو اتأهل سيميوني حكون زعلان يعني تقريبا لعب سبع دقائق في كل البطولة يعني سبع دقائق وفعليا لعب عشر دقائق مع اللي بربول ولعب له عشر دقائق مع ميلان ويتأهل لا لا حكون في ظلم كثير بكورت القدم يعني ميلان لعب كثير مباريات افضل منه دقائق كثير افضل منه بورتو لعب دقائق افضل منه اشجع منه هو الوحيد هو الوحيد اللي فعلا 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 اللي بعيد كثير عن يعني المستوى لعيبته حرام يعني مدرب ما بتعرف شمال الارجنتينيين لما تشب بوكتينو شمالهم قلبوا على نسخة ايطاليا الستينات ما بعرف مالهم في حين ميلان فريق رائع فريق شجاع صراحة عمل كثير شي ممتاز ميلان واسعدني جدا وهجومه وشخصيته وضغطه من اول دقيقة وكأنه بلعب بالسان سيرو واسراره الاخر اللحظة ويعني وبيولي مدرب شجاع بافكاره بعض الاحيان بالاسماء صدقا يعني خليني اكون صريح في الموضوع انه اللي بيعملو بيولي بالقدرات اللي عنده اضعاف الاشي المنطقي اضعاف المتوقع الآن ميلان ممتاز جدا ميلان وضعه طبعا مش كثير مريح بانه يتأهل دوري ابطال لكن على الاقل هيك ضمن لو انه فاز يروح دوري اوروبي والدور الاوروبي في شوية فلوس زيادة لانه نعرف احنا لو تعادل وتعادل والاثنين هم هيقرج لانه بالمواجهات المباشرة خسرا ما زال مع اتلتكو مدريد وايضا ما زال ايضا في مسألة يعني هو مع بورتو طبعا فارق النقاط مباراة بورتو واتلتكو هو بحتاج يتعادل ويفوز علي بربول مهمة مسهلة معقدة لكن صراحة اللي عمله في هذه البطولة يعني شئ يبنى عليه للموسم المقبل شئ يبنى عليه للمستقبل اللي بيسألوني هالحانة الاوان لإقالة سيميوني المشكلة دائما بنحكي هذا الكلام بشهر 10-11 وبنندم عليه بشهر اربعة وخمسة عندما هو بيبلش هالبداية بعدم شهر اربعة وخمسة بتلقاء ثاني على الدوري او بتنافس على الدوري وبتلقاء دور الأبطال بدور التمانية فمنندم بالنسبة لأتلتكو مدريد سيميوني هو المدرب المناسب كل سنة عم بتزيد قيمتهم السوقية كل سنة عم بتنتشره اعلاميا اكثر عم بتزيد شعبيتهم حول العالم وايضا بيصير معهم مستثمرين اكثر فاعتقد ما زالوا هم مش مستعجدين ابدا على إقالة سيميوني عم بيعملوا اكثر معاملة فريكسون مما انه بيعملوا اي مدرب ثاني الروع على المباراة الثانية سيتي وسان جيرمان يعني بوكتينو اللي بيعملوا حاليا صراحة في سان جيرمان شيء محرج يعني مع توتين هامت كان يلعب حسن من هيك موسم الماضي نفس الشي ما لمستش كورة مع السيتي اي مباراة فيها فريق بعرف يمسك كورة الفريق عم بضيع معتمد كثير بفرديات الاثنين اللي قدامه او ثلاثة نايمار ميسي امبابي نلا مئة في المئة انا عندي معلومات شبه اكيدة انو ادارة سان جيرمان مش طيقيته حاليا مش هيك عملنا احنا مش هيك احنا جبنا اللعيب هادول عشان نلعب هيك مش عشان تلعب زي ساوت ثامتون تدافع تسعين دقيقة وتقول الله يستر يلا بركي فوزنا وفي الذهاب ل العلم ما كان بستهل يفوز على السيتي لا مدرب خسر كثير من اسهمه بسان جيرمان يعني تخيل صنع مع هذول اللاعبين فريق فردي جماعي رائع جدا والله اناي امري كان اسجع في بعض المباريات صراحة يعني انسوا ستة واحد بس ما هو بالذهب فايز اربعة كان بكتينو بيخيب ظني جدا يعني بكتينو عم بيحسه كأنه مدرب يعني مش مرتاح ولانه مش مرتاح مش عارف يشتغل كل متوقع كثير افضل من هيك فيه اما بالنسبة للسيتي يعني اغواردي اولا لما يرحل على السيتي السيتي هيخسر كثير وربما يخسر اكثر من ما خسر برشلونا لانه السبب لانه ما كان عنده معدوم مش ميسي لما يرحل لجوارديولا كمية كرت القدم والاستحواذ والسيطرة حتى لما ما يفوز السيتي لما ما يفوز مع غوارديولا حتى لما مع بايرن او لما كان مع برشلونا حتى لما ما يفوز المشجع ما بيكون عنده اي شك بالفريق تبعه يكون عارف انها مجرد ليلة سيئة حظ سيئ هذا الفرق من المدربين هذا اللي بده مياء ادارة سان جيرمان يشوفوا فريقهم لما تصيرش في البلاي ساتشن معيم páginaس مش عافيني بمسوا كره يعني كرتين مع بعض ربطوا مع بعض لا بعيدين فرق كبير جدا اي هو بيعمل هيك لا ينتقل للمانشستر لا لإنه هيك من السن الماضية اللي يسألون عن بوكتينو لا ما بيعمل هيك عشان ينتقل لمانشستر لانه هيك مستوى من السن الماضية ومن اول سنة وقبل ما ينقال سلشاير وقبل ما سر فيه خبر على سلشاير انا اعتقد ان هو مش مرتاح مش مرتاح ليدي شبه تأكيدات ان الاصفقات كلها كانت يستصلوا في جنول الجبيلة كف يعني في كلام كثير وما كان كثير عم يدخل بالصفقات وربما هذا شي ما عجبه يعني ربما كان يتوقع شيء آخر لكن اللي بدروع على سان جيرمن واللي بدروع على أندري كبير كثير هيمسه وثامته المشته تنهام فبالتالي ما هذا واحد بقول أنت متعصد ضد ريال مدريد طبعا أبهرتني لأن أنا محكيتش ولك كلمة عن ريال مدريد حتى الآن طبعا اللي صار بير ريال مدريد الشريف اليوم هو الأشي الطبيعي الأشي الطبيعي أنك تسحقهم وتفوز عليهم بسهولة وتخلص المباراة بكل ممتاز طبعا شو تغييرات جوارديونا اللي فرقت اللي يسألوني واضح جيسوس مهاجم بالصندوق مهاجم يسمح لحركة هاي الأطراف وإنها تتحرك وهذا بيخلاني أغرد للعلم بقصة أنه دورتموند يرحل للدور الأوروبي بعد خساتهم على الشبونا شبونا فريق قائع جدا في أوروبا على الموسم يستفيد من كل لحظة من كلها فول خصمه وقلت أنه دورتموند سيروح دور الأوروبي ودورتموند سيروح دور الأوروبي معناها في أوراق مالية اختلت السنة كانوا متوقعين ثلاثين أربعين مليون زيادة سيروحوا اختفوا والأندي الآن على الملي شغالي سنة بسنة صيف بصيف فأنا صار عندي قناعة أنه ممكن إدارة دورتموند إذا حست حالها مش هتجيب الدوري أو إنها جعلت مع نفسها وقالت والله مش هتجيب الدوري في الشتاء نجيب الفلوس نطلع ماليا خلال هاي السنة المالية رب حنين هذا الشيء لأنه مقاستر ما ننسى أنه بروسيا دورتموند موجود في بورسة الأسهم وبالتالي بتطلع أوراقنا المالية كويسة ومنه مالين بيبلش ياخد دوره الأساسي ونطلع ثاني ثالث ونتأهل دور أبطال السنة الجاي ونبلش نعيش بدون هلند بفترة قبل طبعا المباراة محرز لعمها مباراة ممتازة مباراة كبيرة كثير يعني تحرك كثير ما سجل ما صانع صحيح لكن كان مزعد جدا 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 للخصوم إسكو بيل هازار بيلت كان مصاب إسكو نحنا واضح جدا يعني إسكو فيه نوع من الدفع لإله من الصيف الماضي أنه يطلع ومش راضي يطلع وواضح أنه فيه اتفاق مع انشلوتر ربما وإدارة بيريز أنه خلص يعني يقول له أنه مع السلامة أما بالنسبة لهازارد أنا أعتقد أخذ فرصتين يعني فرص كثيرة ودائما كان محبط لجأ لشوية حروب إعلامية فجاوبوا بصراحة أنشلوتتي وبالتالي الوضع متوتر بالنسبة له هلند أكمل عنه أنا متوقع أنه السيتي يجيب هلند بالشتاء أنا متوقع يجيب سيتي هلند بالشتاء صراحة ما في توازن بوجود نيمار ميسي إمباقي أنت لما يكون عندك هذول الثلاثة مفهوم التوازن يتغير في كرة القدم هون يعني كان فيه سواريز نيمار ميسي وتوازنوا وجابوا لقب ولعبوا كويس وجابوا دوريات فالتوازن هون بتغير معناه بتغير بصير لازم تكون أنت فريق حجومي بصير تكون لازم فريق تقدر تمسك كرة بصير لازم تكون لازم تكون فريق معك الكرة ولما سير الكرة معك سبعين بالمئة من المباراة بصير بدك عشرين دقيقة بدون كرة لاحظتها نيمار ميسي إمباقي ممكن يضغطوا فيهم ممكن يتعبوا فيهم ولما تكون مدرب شجاع مدرب مؤثر أو مدرب محفز تقدر تقنح هذول اللاعبين إنهم يدافهم هل ميسي مبلك الذهنية يعيش برا سان جيرمن؟ يعيش برنا برشلونيا ميسي أسطورة ميسي نقاش ميسي من مستوى آخر يعني ما في زيه كثير أبداً لكن اللي صار معاه أنا أعتقد أنه ما زال حزين على رحيله برشلونيا الأولاً وثانياً كل عيبة سان جيرمن مستواهم نازل بسبب أنه بوكتينو مش عارف حتى الآن يموظف وبوكتينو أعتقد عم بيعيش توتر وضغط رهيب جداً هل الانترات أهل؟ الانترات أهل خلاص اليوم يعني نتيجة أنه مباريعته مع شريف لأيلو خلاص انتهت الموضوع هزارت تغير مستوى بثمانين درجة هزارت عنده مشكلة صحية كبيرة جداً واضح كانت اللياقة والكلام هذي كانوا يتكلموا عنه والأكل والتغذية الآن بلشت تتبين هل تتوقع ميلانية أهل؟ لا بصراحة لا ما بتوقع ميلانية أهل وممكن يعني ميلان يعاني ما يفوز علي بربول بس ميلان أعطى بدرة أمل أنه هذا الفريق ممكن كثير ينبني على المستقبل هل ممكن نشوف بايرون يتحرك لهالند؟ هون بايرون لازم يأخذ سؤال أو قرار أفكر بهالند الآن بالصيف بالشتاء أجيبه أو بالصيف الجاي مقابل أستغنع ليباندو بيسكي ليباندو بيسكي خدمني كثير نعم مهاجم أسطوري وخرافي لكن هيخدمني موسم موسمة هلند هيخدمني عشر سنين خصوصا أنه الكلام موضح لو طلع هلند هم اللي هيخطفوا دورتموند يعني هيخطف كريم أديمي اللي هو يعتبر المهاجم الألماني اللي جاي فممكن بايرون نفكر بهذه النظرية لكن خلينا نحكي أنه السيتي يبدو أنه عم بشتغل أكتر على هذا الموضوع يبدو أنه مستعد يدفع أكتر بهذا اللعب أفضل مدرب بأوروبا والله كثير يعني شوف كمجمل عام بكرة القدم بأخذ عشر سنين جوارديورا كمدرب حالياً اللي ممهر طبعاً لأنه جديد عم نشوف إبهاره وتخيل مبهرنا أكتر لكن غوارديولا ما بقل عنه إكلوب ما بقل عنه هانزي فليك لما كان يدرب مع الأندي ما بقل عنهم زيدان لما كان موجود أسلوبه ربما أكتر بساطة لكن صعب جداً تلعب ضده فكثير في مدربين مميزين الآن تحية إلك شكراً يا عبدو يا حبيبي شرائك بالملكي بصراحة اليوم حضرت ثلاث دقائق من المباراة لأنني كنت عارت أنه هيك النتيجة هيك الطبيعي اللي صار بالذهاب شيء بس عشان نتذكره لو قدام مش أكثر هل اللي باندوفيسكو هو الأحق بالكرة الذهبية؟ هذه قضية شوية معقدة يعني أنا قلت وبالن أحكي أنه ميسي حفوز فيها نتيجة أنه فاز بيكوبا أمريكا من حيث الأداء لشهر خمسة أو ستة ما كان في واحد فيهم حاسم الكرة الذهبية من حيث الموسم كامل مش لأني أنا عربي ونفسي صلاح أنا بشوف صلاح كان كموسم كامل كأداء كتوظيف كخدمة وتسجيل وصناعة وأداء تاكتيكي بستحقها ليباندوفيسكي كحاسم بستحقها ميسي كرقب دولي بستحقه فجورجينيو كألقاب دولية طبعا انسوا أنه لعب وسط محوى ومايستروم أكثر كمان تقدر تقول بستحقه فهذه الكرة الذهبية هذه لأنه ما في حدا قدم موسم ثابت فوق الجميع أي حدا فيهم هنقول أنه بستحقها وأي واحد فيهم يعني ما بجيبهاش كمان هنقول إن ظلم بتلعب بابجي لا ما بلعب بابجي أبدا 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 حكيتم بارح في الحلقة موجودة على اليوتيوب الآن الحلقة يعني هلال وفوز بدور أبطال آسيا طبعا قلنا مبروك للهلال وحكينا شوية عن تطور الكرة السعودية بس بصراحة مش أحكدر أعمل حلقة الناس يقولون لي زيدان شو بده زيدان يعني الآن الكلام كله أنه مصمم على سنت الراحة لآخر الموسم بس أنا ما زلت أعتقد أنه إدارة سان جيرمان عندها من الأوراق اللي تغريه هو كشخص وتغري أولاده كلاعبي يعني منضمن لك أماكن إلهم بأندي معينة بأندي اللي يملكوها أماكن أساسية ورواتب جيدة يعني فيها عروض ممكن تتقدم لزيدان تخليه على سان جيرمان تتوقع بوكبا وروديجر ومبابي يذهبوا للريال؟ لا الثلاثة مع بعض لا يذهبوا للريال أنا ما زلت أعتقد بوكبا أقرب لسان جيرمان ثم يوفينتوس ثم ريال مدريد لأن ريال مدريد سيتفع عناتي بكبير لإمبابي وريال مدريد لسه عنده لعبة وسط فربما يتردد أن يجيب بوكبا الآن ممكن يأجر بوكبا سنتين أو بجيب اللعب الوسط اللي بعد بوكبا هذا بالنسبة لريال مدريد ريال مدريد مع مستوى ميليتاو ومستوى ألابة يقول الحل الوحيد أنه لا يرجع ألابة ضغير أيسر مثلا أعتقد ستكون خطوة خاطئة يفكروا بألابة ضغير أيسر الآن لأن ألابة كقلب دفاع في الدور الإسباني يبدو مناسب أكثر من أنه يكون ضغير أيسر من حيث فارق السرعة والارتداد لكن يمكن يفكروا بهذا التفكير وليس سيكون غلط ألابة لعبة تكتيكي لكن أنا أرجع أقول أن ألابة قلب دفاع بإسبانيا أفضل بالنسبة لريديغر لا تفاجأ أنه جدد في تشيلسي هو مبسوط جدا نحن نعرف أنه كل ريال مدريد أنت في أبوضبي أو دبي أنا أشتغل في أبوضبي لكن أنا أأتي إلى دبي كل عطلة عندنا ناس وعند أهلي فأأتي إلى أهلي في العطلة في دبي لذلك أنا نسيت اليوم السماعات لما أأتي إلى دبي ما هو وضع برشلونة؟ حكينا عنه كثير مبارح هاركين والسيتي أنا أعتقد أن السيتي غض النظر عن هاركين ليس عشان مستوى عشان كانوا 200 مليون لهم هدف معين لهم هدف معين أن نوقد الفريق لمستوى ثاني ونجيب دور الأبطال ولكن الفريق الآن لما تشوف مستوى تشوف سيطرته تشوف كده تشعر أنه ليس كثير محتاج هاركين مع الأسماء اللي بلشت تطور بيرانتوريس قبل الإصابة فودين أو اللعب الشباب اللي بيطلع بالمر وغيره تشعر أنه لا 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 ندفع الـ 200 مليون ندفع الـ 75 مليون بي هالند يعني هيك المنطب أتمنى لقائك في دبي قريبا إن شاء الله نحاول نجتمع قريبا إن شاء الله لما الأمور تهدى ونصني نجتمع جماعات كبيرة فإن شاء الله هل سيدان سيدار بمانشستر يونايتد؟ لا وكان واضح أنه سيقول لا شرائك برنات محرز حكينا وحكينا إنه محرز لعقدة مباراة كبيرة ما سجل أو صنع بشكل مباشر لكن كان مصدر قلق ومصدر إزعاج بشكل مستمر هل سانشو صفقه في هاشلة؟ بدري كثير 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 على هالكلامه اللي أنا شفته بسانشو لعب مبدع لعب بصنع لعب بسجل لعب ممتاز مع دورتموند فبالتالي حرام نضله مبعد شهرين كانوا أيضا غير مستقرين أبدا لهذا الفريق سبب خسارة باريس لكن هذا الفريق لا يمكنه مسكرة مع الفرق الثالثة لكن هذا الفريق لا يوجد حاليا أسلوب وهذه مشكلة ثانية هل مربوض مرشح دور الأبطال؟ جدا هل مربوض مرشح دور الإنجليزي؟ جدا مستقبل صلاح يسألوني عن مستقبل صلاح أنا أقف مع صلاح بكل ما يعمله حاليا يطلب عقد أفضل لأن أفضل اللعب في دور الإنجليزي بلا منازع يطلب عقد يعكس أنه هو واحد من أفضل لاعبين العالم وربما بالنسبة لكثير ناس أفضل لعب في العالم فبالتالي ليس منطق يكون راتبي العشرين على الدور الإنجليزي والخمسطعش على الدور الإنجليزي هذا حقه الطبيعي الآن اللي بربوض عنده سلم مالي وسلم مالي حقهم لكن حق صلاح يقولهم ما يناسبني قوانينكم أروع مكان ثاني هذا هي ببساطة هذا هي الاحتراف هذا هو كرة القدم زي لو أنه صلاح نزل مستوى كان على الأغلب حيبيعه ببساطة فهي كرة القدم هذا الاحتراف لا تسألوني عن برشلونة مبارع اعملنا حلقة طويلة كثير يا حبيب محمد محمود اعملنا حلقة مبارحة عن برشلونة طويلة جدا اذهبوا لها حكينا عن رأينا بالصلاح والهاب كيف سيكون خط وسط رياه المدريد بعد كروسو مودريتش ستعانوا المدريديين سيعانوا كثير من دون كروسو مودريتش لأننا نتكلم نتكلم مثل شابونيستا نتكلم عن اثنين مستوى واستقرار وثبات لا 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 ليس سهل تعودوا ليس سهل تعودوا أبدا ليس سهل ستعانوا كثير لتذرقوا واحد مثل مودريتش يمكن أن يأتيكم واحد يلعب موسم خارق ولكن واحد يلعب من 2012 إلى 2021 موسم خارقة بخط الوسط لا أقليل كثير أحسن تحليلك أحسن من التحليل بإن سبورتس نشكر الجميع نحاول نعطي جهدنا وهم كما تأخذوا جهدهم نتعلم منهم إن شاء الله دائما ويتعلموا من الناس ومن بعض يعني نحنا بالأخير كلنا نتعلم من بعض ما بالنسبة لبرشلوني هل يتأهلوا أو لا؟ قلت لكم مبارح أتوقع لا؟ واحد ورجينا الصلعة استنوا قريبا إن شاء الله شهر الجاي شهر الجاي شرحت الموضوع قلت تميزة كانسلو الآن أن جزء من منظومة بإلها أفكار معينة له دور 1-2-3 أدوار واضحة وهذا الدور اللي هو ببساطة رضا عبد العالح سأحكي لكم قصة عن رضا عبد العالح المهم دوره واضح 1-2-3-4 يجب أن يعملهم يريحوه ويعطوه بمواقف يكونوا ليس على أي ضغط لأن الكرة بيضرها الدور يجب أن يتحركوا وهذا الشيء يساعده كثير 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 لكأنسلو يبدو بالقدرات اللي عنده بالنسبة لغضا عبد العالح أذكر مرة واحدة التقيت معه بستوديو كان أعتقد مباراة برامدس أو شيء فبعد ما خلصت كلامي أنا طلعت فواحد تصلت فيه بقول لي تتعرف نحكي عنك كل كلامك غلط اضحكت يعني مش أكتر لأنه الموضوع كان كوميدي يعني عمري لم أحبت أعلق أحدا غيري أو غير يعلق علي رغم كثرة النجوم عنده لكن الوضع مزري لا نعرف لماذا الوضع مزري لأنه سلشاير فقط السيطرة بنزيمة والكرة الذهبية هي فكرة مدردية أعتقد مستبعدة تماما 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 هي كانت فكرة مدردية ليس فكرة عالمية ليس العالم هكذا المدرديين كانوا هكذا شايفين وزي ما نعرف ما فيش ألقاب كان معها وبالتالي كان صعب جدا تقول عنه كونتي وتوتنهام إن شاء الله أنا وعدت بدردشة إنجليزية الماضية شاهدوا دردشة إنجليزية نحكي أنه سنعمل حلقة كثير فيها تفاصيل عن كونتي ممكن تعمل حلقة عن إصابات قلب اللاعبين في آخر فترة إن شاء الله أو ممكن نحكي ليسا تكتشف أكثر إن هذه الموجودة هل تتوقع تقوه الميلان؟ للأسف لا لم تتوقع تقوه الميلان كنت أحب أرى ميلان أحسن لبرشلون الدور الأوروبي أو التأهل من المجموعات؟ طبعا ماديا دور 16 دور المجموعات مع مباراة في كامب نوب دور المجموعات دور 16 يترين فاع فل تعادل إنك تلعب نهائي الدور الأوروبي فماديا طبعا أفضل تتأهل معنويا أفضل تتأهل حتى لو طعت من دور 16 لكن لو رحت على الدور الأوروبي أنا شايف إنها فرصة جيدة أيضا مش ماديا فرصة جيدة لبعض الشباب مثل جابي نيكولاس جونزالس والشاب الصغار تتأهل ميلان ممكن يتأهل؟ جوابنا هذا السؤال إذا ضل خلص نشوف آخر ثلاث أسئلة نشوف أسئلة لسا الأسئلة كلها يعني شوية متكررة نشوف أسئلة نشوف أسئلة أسئلة بوكتينو ليس مدرب منفوق أنا أعتقد بوكتينو مدرب جيد الذي يسألوني بوكتينو مدرب منفوق لا مدرب جيد لكن يبدو الظروف ليس بسان جرون هي اللي تناسبه ترشح الريال البطولة في طريق عنده خبرة كبيرة قد وسط تكتيكة جدا خد دفاع في خبرة في بعض لعبي خد هجوم خبير في منزيمة وفي أيضا خيارات كثيرة على الدكة ومدرب ممتاز بالأبطال وممتاز بالأبطال لماذا لا ترشحه؟ لكن لا أرى أنه من المرشحين الاثنين والثلاث الأوائل ممكن الريال يصل إلى النهاية جوابناه السؤال اللي سألوني عن كيسي كيسي لعب كويس لعب كويس جدا ولعب ممكن يفيدك كثير من الناحية البدنية قلال جدا ممكن إبداعه أقل من غيره لكن لعب خطير لعب ممكن سجل لعب ممكن يصنع بصراحة ومتوفر مجانا كثير أندي ستستفيد منه بالنسبة لكأس العرب أنا رجل طول حياتي بنفسي أشوف كأس العرب صراحة ويامو كتب في تويتر في الماضي بعد ما صار دور أبطال العرب أنه عملونا كأس العرب لأنه هي فعليا أول بطولة أذكر أني حضرتها كأس العرب 88 وبالتالي نفسي كنت أشوفها مرة ثانية للاسف معظم المنتخبات متجابي الأساسيين كان نفس أشوفهم أساسيين لكن تظلها تجربة جميلة أننا نلعب مع بعض ونذكر إنه كنا عرب نصل هنا إلى هذا الفيديو كالعادل طبعا برجع أحطه على الفيسبوك وبرجع أحطه على اليوتيوب وكثير طبعا بشكركم آخر سؤال بيقولولي انتقالات مستقبل بيب مستقبل بيب عملت عنه حلقة قبل فترة بس أدخل على اليوتيوب عندي على سيرفي سبورت حط مستقبل بيب جوارديولا بعد ماشيسر سيتي وبتلقاها واللي بيسألوني إذا فيه انتقالات شتوية لبرشلونا أعتقد حكم في صفقة واحدة في حال تأهل في دوري أبطال أوروبا إذا ما تأهل راح دوري أوروبي أعتقد ما حكم في صفقات نصل هنا لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد العواد دعم الموجود في فيسبوك وإنستغرام والسلام عليكم ورحمة الله